اشتركوا في القناة 888 شهيداً و77437 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي أصيب جنديان بجروح أن اليوم السبت جرأ قصف طائرة مسيرة تابعة للميليشيا الحوثية موقعاً عسكرياً للجيش الوطني في جبهة حيفان جنوب محافظة تعز وقال مصدر عسكري أن طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي قصفت تبة جبل الممشاح على السراتيجي بجبهة حيفان ما أسفر عن إصابة جنديين اثنين بجروح متفاوتة أعلنت السلطات الصحية في تعز ارتفاع عدد حالات الإصابة بالإسهالات المائية الحادة والكوليرا في المحافظة وقال مكتب الصحية حالات الإصابة ارتفعت منذ بداية العام وحتى اليوم إلى خمسمائة وخمسة وتسعين منها مائة وأربع وسبعون حالة مؤكدة بالفحص المخبري بما سجل سبع حالات وفاة بالمرض حذرت مصادر صحية من تزايد مخيف لحالة الإصابة بمرض الكوليرا في مديرية المضاربة ورأس العارة غرب محافظة لحش وضحت المصادر هنا مستشفى رأس العارة الريفي استقبل أمس الجمعة 15 حالة إصابة مؤكدة بمرض الكوليرا من مناطق متفرقة بالمديرية مشيرة إلى أن عدد حالة الإصابة بلغت 26 حالة مؤكدة بالمرض وذلك منذ مطلع أبريل الجاري وحتى يوم أمس الجمعة حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية وزراع الفاو من تزايد خطر الفيضانات المفاجئة بسبب هطول الأمطار الغزيرة في أجزاء واسعة من اليمن في الأيام القليلة المقبلة المنظمة الأممية توقعت في نشرة الإنذار المبكر للأرصاد الجوية الزراعية تشهد الأيام الأخيرة من شهر أبريل الجاري زيادة تدريجية في هطول الأمطار وحذرت من مخاطر السيول في وادي مور ووادي سهام ورماح وسردول وزبيد ووادي ذنة نهاية المجز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة